السلام عليكم ورحمة الله ان شاء الله تكونوا كامل بخير و انتم تشاهدوا في الفيديو عن هذا اليوم على بل اطولت عليكم لكم هذا الفيديو الخاص للناس الذين يطلبون مني ان نذهب لهم القصر الرياس لغالب ما جيت المنطية و نجمع معلومات و هنا وردت لكم مقططفات كيفية بالنسبة لي جمال ميطر و كما اشتق خرجت في القصبة السفلة و رحت جهة كما نكون لباب الواد غير تخرجوا و هذه العواد راهم معروفين جايين في جهة قاع الصور و اصلا قصر الرياس راهو مبني جهة قاع الصور نحاول هكا نعطيكم نبدأ عن القصر هذا تاع الرياس نخليكم قبل تشوفوا ليه طاغيف و لا تسمعوا ليه طاغيف و صغار تحت سازون ما يخلصوش و ليقراو ديمي و بيبليك فامي ستين سنان فوقا ما يخلصوش بارك لو فيه كما سمعتو هدي كنت سقسيت على التكلفات دخول القصر و لدخول هذا المتحف الحصن هذا هو حصن عثماني بناوه العثمانيون سنة 1556 في اسفل حي القصبة العاتق بامر من رمضان باشا الحاكم العثماني للجزائر سنة 1576 و 1577 قاعدوا يبنوا في الحصن هذا سنوات طويلة يعني خداه وقت منهم وهما يبنوا في القصر هذا حيث كانت سلوطات توسعه كل مرة يعني كل مرة سلوطات توسع في القصر هذا و تطور فيه لزيادة المساحة و القدرة على مواجهة الهجومات الأوروبية يعرف القصر أيضا بحصن 23 والتسمية هذه اسموها المستعمر الفرنسي القصر هذا يتكون مثل قصر و الحصن هذا يتكون مثل قصر القصر 17 والقصر 18 و 23 و فيه ست منازل بسيطة تسمى الدويرات يعني الدويرات كما نقول احنا بيت صغير هناك كانت تسمية تاع البيوت الصغيرة نقولو احنا الدويرات يعني الدويرات احدى هاد الدويرات هادو كان مصلم كما راكو تشوفوه هادو ما هنا بعض الاتار اللي يلقوهم كي كانو يعاودو في التهيئة ولا يعاودو يقدمو في القصر هادا تاع الرياس و القصر هادو الحصن 23 فيه بيوت وغرف فيه كل القصر فيه اربع غرف مستطيلة الشكل و عندها هندسة ما شاء الله كي ما راكو تشوفوه شوفو البلاسة وين الطال كي ما هاد الغرفة راه مستطيلة الشكل السقف التاعهره وجاي في الاحطب و عندها المكان هادا اللي راكو تشوفو فيه تم ايستاليو البونك تاعهم كانو هاداك الوقت يقولوه بونك القبة يعني الناس زمان ولا ناس العاصمة كانوا معروفين بالبونك هادا بونك القبة و كي ما شفتوه في الحيطان كاين هادوك صابح الزيتية و عندنا ثاني هادو ما شوفو اللي طابلو داروهم و مؤخرا كانوا يخدموا فيه هاد المرة راهم شوفو اللي طابلو هادو ما كامل حطوهم و ثاني ثقمو ثقمو و هايل ما شاء الله و زادو ثاني حطو فيه معلومات يعني وين تدخلو تلقاو المعلومات مكتوبة في 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 الطابلو تماما يعني كل حاجة يعطوها لكم بالتفاصيل و ثاني سقسيد قلت لهم يباسكو زمان زمان كيونا كي روحو كان القيد هو لي يمشي معنا ويحكي لنا التاريخ دع القصر هادا دركا بالنسبة لي حب يمشي بالقيد قال لي لازم يكون يحطوا طالب ولا يكون بزاف ولا تكون مجموعة جاو باش يقدر يجي معهم القيد قال يديروا طالب و قال تل داترانا جايين تكون مجموعة بالك باحيتين ولا طلاب ولا تحبوا القيد معلكم غير جي ديروا دومونت تحطوها لهم قال نهال فلانيرانا جايين باش يجيكم القيد ويمشي معاكم وتقدروها كيعطيكم كامل المعلومات اللي يكو تحوسوا فيها هنا يرانا في الحمام الحمام هذا يحتوي على ثلاث قاعات القاعة الأولى يقولون القاعة الساخنة تستغل للاستحمام والاسترخاء فيها زوج خزانة يتع الماء واحد للماء البارد واحد للمسخون عندهم تاني القاعة التانية يستريحوا فيها المستحم لتفادي الصدمة والصدمة الحرارية هنا تاني القاعة الثالثة هي القاعة الباردة مختصة للاستراحة بها عدة افريشة هنا يديت لكم مختطفات مثل قصورة سافيك لا نستطيع ان اختصركم على قدر المستطع هنا كاتبين لا تستطيع ان تتكاو على هذا الصور ولكن يخافوا وعنده قرون عديد القصر يخافوا ثاني لا قدر الله ويكون شوية راشي كما نرى البيوت تقريبا كامل شابه بعضها وكاين هنا يشوفوا فيها زخرفة مختلفة وكاين البلافون جايين بالحطب وهذا راهو مزخرف ودائما عندهم البلاكاغ جايين في الحيط باش يخبو حواجهم والفراشات كاين السدة تحت البونك هذا اللي راكو تشوفوا فيه هنا يحطوا الفراشات ويرقدوا وعندهم الخزائن وعندهم الخزائن هذه الخزانة ولا هما مكانوا فيها زجاج الزمان هذا الوقت يخبو فيها الماء هذه الجولة ان شاء الله نكون لحقت لكم شوية معلومات نروح نشوف تاني المطبخ هنا يرانا في المطبخ ويقولون له الخيامة الخيامة اي الكوزينة زمان هذا الوقت يقولوا الخيامة والناس لا كسبة وعندهم توجه مازالهم يستعملوا هاد الليمو كما الخيامة كما بيت الصابون هاد الليمو كامل مازالهم يستعملهم ناس زمان شوفوا التصميم هذا الكوزينة الله يبارك الكوزينة فيها زوج قاعات وفيها افران تقليدية تحتها كما رأيكم فيها فتوحات يضعوا الخشب هذا الخشب هذا الفرناق يستعمله للتسخين ويستعمله ايضا كاين رواق يبقى هذا البوخار لكي يسخن الماء على كاين السيستام الله يبارك كيفاش هاد الوقت كانوا يخموا هاد التصاميم وكيفاش شوفوا هذا شمينة يخرج الدخان يخرج الفوق الاسطح هنروحو راناء في الحمام يقولون بيت سابون الكلمة هذه قليلة السيستامة في الحياة الشعبية كان لا يوجد حمام في البيت ولا يوجد حمام في الدار كان حمام كما نقول وكان بيت سابون اجتمعوا فيها كامل السكان ينسى كامل بيت سابون بيت سابون شوفوا هنا كانوا يجبدوا الماء من البيار ومالي راكوا تشوفوا فيهم والسيستامة شوفوا كي يكون معاكم بيت سابون بيت سابون والخيامة كما انا كنت شوفوا نكمل لكم الجولة شوفوا هاد البيت مفهمتش وشنو مراهم كاتبين جاية قصيرة صافيك تحبطوا يعني جاية طويلة لا يمكن يوقف في الغرفة شوفوا فيها زوجت واقي صغار واحدة يطل جهة البحر وشوفوا هنا يتشابهوا كيين ثلث قصور القصر 17 والقصر 18 والقصر 23 تشابهوا هاد الغرفة تجبتني بزاف بزاف شوفوا الوسع تاعها وشوفوا كيفش مخدمة هاد يقولوا لها غرفة الأكل هنا يكلوا فيها ولا يجتمعوا فيها الرياس واش باش يكلوا فيها هاد هاد الغرفة هاد تلقوها في القصر 18 السقف تاعها الأصلي مصنوع من خشب شجرة الأرز ملونينه كما يقولوا بالتقنيات ومختلفة وزاخارة فيها أشكال فيها أشكال حيوانية ونباتية حتى فواكه من قوش عليه كما الرمان والخوخ شوفوا الله يبارك راهو فيه كامل زاخارة فيه هنداسية فالا وفيه ثاني الله يبارك مخدوم ثاني فيه خزائن في الحيط اللي يخبوه فيه الأواني ويخبوه ثاني ويحطوه فيه شباحته هاد هنا روحت لكم باش نريكم المنازل بعض المنازل هكا اللي تزنى عليهم قلت لكم هاد ههما الدويرات ونروح نوريلكم ثاني المصلة ولمسيد اللي كانوا يقرؤوا فيه كما الدراري صغار المشهد اللي راهم خادمينو ما شاء الله شوفوا هنا بين القصور تلقاوا هادوك الدويرات اللي راني نقول لكم عليهم هاد هما كامل هندا الدويرات اللي تكلمنا عليهم في الشرح تعمق بينا وعلى شوفوا هادك الزنيقة الله يبارك هاد المنزل 13 هاد منزل من المنازل الستة اللي قلت لكم عليهم وهنا هاد جامع قعصور الجامعة هاد هاد هانا تاني يصلوا فيه قلنا وتاني المسيد الكلمة هاد تعمل المسيد راهي مشتروحه هنا والمسيد هاده كما راكوا شوفوا يجد راري يقرؤوا القرآن يتعلموا القرآن ويتعلموا يعني الخطوات هم في الكتابة والقراءة والقرآن الكارم شوفوا هنا هم خادمين هاد الالعصين هانا هيا باش تشوفوا كيفاش كانوا يقرؤوا هيا والألواح كان كامل المعلومات ان شاء الله تلقاوهم قلت لكم كل حاجره هم دايرين بالشرح كان هاد الوكوتي كنت جامي زرتوه بسكو هاد الوكوتي كان كامل فليتخافو هاد المرة باش قدرت ندخل ونشوف وشكين الداخل شوفوا هاد الالوحه اللي كانوا يكتبوا فيها شوفوا هاد الكتابات كامل كاين قولوا للاقلام شغل يكتبوا يخدموهم لقصب وكان هاداك اللانك دوكت شوفوه معايا دوك نوريه لكم اللي كانوا اللانك هاداك اللي كانوا يكتبوا به كامل اللي كانوا يستعملوها شوفوا المصحف الاقديم اللي كانوا يقرؤوا فيها هذا الوقت والقصب هاداك اللي كانوا يكتبوا ويكتبوا ويقدروا بنات كل واحد وشوفوا تلفوني اللي كانوا يروحوا بها هاداك الوقت كل واحد عنده شوفوا فطاني تعزمان يتم تشاركوا السوق لكما ترون الوقت و تتعلمون و تطلبون كثيرا و تقدرون لكم تحديثون كما ترون و ترون و ترون و تحديثون موضوع يتحديثون ويكتبوا فيهم على الواح الخشبية هذه هي الأقلام التي يديروهم هنا في الصلصال ويكتبوا فيهم في الألواح وهذه الحجرة التي قدامها كان الأخ هنا يشرح لي لأهل الحجرة هذه يكتبوا باسكو السلصال في اللوحة ومعدما يقدروا يمسحوه ومعدما يحكموا هذه الحجرة ويفاصلوا هذه الكتيبة بالحجرة هذه التي شفتها دركة هذا ما كامل قلت لكم كل حجرة هم حاطين شرح ديالها في الصور كما راكو تشوفو هذا ما نبدع المسيد هذا ومن جات كلمة المسيد هذا ثاني كما راكو تشوفو هذا المتحف ولا الحصن ذو كار جاعي يديرو فيه كما المرالي فاتت كما دارو فيه عيد الطفولة يديرو فيه اجتماعات يديرو فيه معارض راهو ما شاء الله كل خطراء يديرو فيه كاش حاجة وبينسير يجو الناس من كل ولايات الوطن باش يزوروا المكان هذا وكانت هذه هي الجولة تعنا تع نهار اليوم حاولت اني نختصر فيها على قدر المستطاع باش ميجيكمش الفيديو طويل وتملوا منه هذه كانت الجولة تع قصر الرياس ان شاء الله تكون عجبتكم ولحقتلكم يعني اكتر معلومات يعني كل حاجات يتهلكم باختصار ليحب حاجة طويلة و للشرح المهمين اشتركوا الى جوجل برك وتكتبوا قصر الرياسي و يخرجوا لكم كامل المعلومات اللي راهو قريب و مازال ما ظهروش ندعوكم و نقولكم جيبوا سيوخ تولادكم باش يشوفوه وش راني نحكي لكم كامل لازم تعيشوه و هذا ما الفيديو سبيسيال للناس الغربة و الناس اللي خارج الولاية و لا يقدروش يجو لهذا المكان و انتهى الله وفير وحديكم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة